صانع السلام لا يخاصم صانع السلام عنده سلام في داخله ممتلئ من هذا السلام لأنه كيف تعطي شيء اللي أنت فاقده كيف ممكن تعطي محبة وانت ما عندكش محبة كيف تتكلم عن السلام وانت ما عندكش سلام المؤمن أحباء اللي اختبر يسوع المسيح هو في علاقة مع الله في سلام مع الله ثم هذا السلام بيكون مع نفسه أيضا وهذا السلام بيكون مع الآخرين كل من حوله حتى هذا السلام بيكون مع الخليقة مع الطبيعة مع كل هذا الوجود بيكون في سلام لأنه المؤمن الحقيقي بيكون يعني بينشر سلام مش بس مع الناس حتى مع الخلائق كلها مع الطبيعة بيهتم في كل شيء لأنه بيصبح يحب كل شيء صانع السلام هو ابن السلام يقول أبناء الله يدعون تخيل هذا الوصف الجميل يعني بأبسط تعبير يقول أنه اللي بيتكلم واللي بيصنع السلام بالضبط بيتصرف مثل الله بيتشبه بأله لأنه الله هو صانع السلام الله جاء ليصالح الإنسان صالحنا بدم صليبه صالحنا المسيح مع الآب أيضا فإذن أبناء الله يدعون يعني أنت بتعكس صورة الله وطبيعة الله وتعليم الله ومبادئ الله وقيم الله مثل حياتك بتتشبه بالرب وبتتصرف مثل الله هذا الشخص اللي بيتكلم عن السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر